بالجزء الأول تبعته واسمعته كتير أسئلة وجوابات حول المصوني بالعالم وباللبنان ولكن هلأ اللحظة يلي كتار منكو ناطرينا أنه ندخل إلى داخل محفل مصوني باللبنان وهيضا يلي رح يصير بعد ثواني قليلي هيدا اللوج الهيكل الللي بيجتمعوا فيه الأخوان المصون تايجوا بكدوا بعملهم المصونية كل يوم حسب كل محفل حسب وقته تريخه بيجوا مع عشية الساعة 8-9 بيجتمعوا بس يكتملوا الحضور داخل الهيكل بيجي تشريفاتي بيفتح كتب المؤدسة للي هي التورات والإنجيل والقرآن الإنجيل بينفتح على مريوحنى المعمدين في البدء كانت الكلمة والقرآن الكريم على أية البقرة بينفتح وبتضوش شموع مثل ما نكشيف بالهيكل بيتم إنارة الهيكل بنعطى إذا فيه أعزار للغيبين بنقال عنهم بنعطى الكلمة إذا حدا عنده كلمة أو اكتراح وبتدد التعليم المصونية والاكتراحات اللي لازم تنقال داخل الجلسة هيدا إذن لمحة مقتضبة عن يالي عم يسير داخل المحفل المصوني ولكن آثار المصونية تتخدى جدار محفلة وانتشار رموزة بطاول عدد من الأعليم والعمولات وأسهل طريقة اللي تتأكد بنفسك هي ورقة الدولار الأمريكي الواحد يلي بتشكل مثلثان بيتقاطعوا بدقة وعلى رأس كل زاوية منهم حروف بيؤدي جمعة إلى كلمة مصون فهل هيدي صدفة؟ ولكن الجدلية الأكبر هي نظرة الأديان السماوية لها الجمعية السرية والغامضة يلي بتشهد العصور على حروب بين وبين المسيحي الكنيسة يعني هي ضد مبدأ أو حركات المسونية وبالتالي الإنسان المسيحي المسوني إذا هو جاهل بمسونيته وبدو يشتغل ضد الكنيسة هذا الحرم يعني المرمى على من ينتم إلى المسونية بذات الفعل يكون هذا الشخص محروم بذات الفعل ولكن كيف بتنظر الديان الإسلامي إلى المسوني والمنتسبين إلا من أبناء الطائفة؟ بسم الله الرحمن الرحيم كان رأيي للمجمع الفقهي الإسلامي أن الذي يثبت أنه ينتمي إلى المحفل المسوني انتاب وإلا فحكمه حكمه المرتد ويقتل بالنهاية إلنا الكتير وبقى الكتير ونحن عم نسكر البيب على المسونية في لبنان بيتفتح وعينا وإدراكنا للعالم يلي حولنا والأسرار يلي بيخفيها وفي هذا الإطار طلقت الام تي في بيانا من جمعية آي واتش المسونية اعتبرت فيه أن ضيف التقرير المتعلق بالمسونية في لبنان هو المسؤول عن ما يسمى بهيئة مسونية غير نظامية مؤكدين أن غياب السلطة المسونية المحلية في لبنان سمح بوجود هيئة غير نظامية تعمل لمصالح خاصة أو سياسية وعدد قليل جدا منها تمارس التقوص المسونية بشكل جيد وهي حتى الآن لم يعترف بها ترجمة نانسي قنقر